اشتركوا في القناة نظمت المحافظة الشمالية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني متمثلة بإدارة الأزمات والكوارث حملة توعوية بعنوان السلامة تبدأ من المنزل والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة والالتزام باشتراطات الدفاع المدني للوقاية من الحريق في المنازل باستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في التوعية والتثقيف بالإضافة إلى أنظمة المحاكاة ووسائل الإنذار الذكية التي ترتبط بالهواتف الذكية وعدد من المحاضرات والفقرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني قمنا بمغادرة من خلال هذا المعرض حيث كان يحمل شعار سلامتك من منزلك في الحقيقة ما شاهدت اليوم في هذا المعرض يأكد على دور النظام الوقائي وكيف عملت التوعية اليوم أصبحت اليوم لها مستوى معين لإيصال الفكرة أو المعلومة وبالتالي التأثير مدى قدرة المعلومة على التأثير وجعل المواطن هو شريك أساسي للسلامة العامة في هذا الوطن العزيز أن تنظيم مثل هذه الفعالية يأتي في إطار الاستراتيجية الأمنية المتكاملة ومبادئ الشراكة المجتمعية والشفافية والتكامل المجتمعي بالإضافة إلى دور المحافظة في توعية أفراد المجتمع بأهمية اتباع إرشادات السلامة من الحوادث والحريق في المنزل بناء على رؤى وتطلعات سيدي معالي وزير الداخلية وتوجيه سيدي سعاد رئيس النعم رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين ويصل هذه المعلومة المتعلقة بالسلامة وهمية الرجوع إلى المنصة الوطنية للحماية الميدنية الاعتبارها مرجع وطني في مجال التوعية والتثقيف في أمور السلامة تتخلى للفعالي عدد كبير من النشاطات منها السلامة في المنزل فيما يتعلق بالمخاطر الكهربائية والكيميائية والإسعافات الأولية بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الحام وعدد من المجمعات التطوعية المختلفة هذه شراكة الفاعلة بين إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني والمحافظة الشمالية والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني يمثل التكامل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤى والتطلعات الوطنية نحو مجتمع آمن قائم على الوعي بكافة المخاطر وكيفية الوقاية منها ترجمة نانسي قنقر